السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو نتحدث عن المناطق الزمنية في العالم وسوف نتعرف ما هم هذه المناطق الزمنية والعلاقة لهم بخطوط طول وفقاش تم تطبيق هذا التوقيت الزمني في العالم وكيف يتم احتساب التوقيت الزمني على أسطح الأرض المناطق الزمنية هي منطقة على سطح الأرض تساير تجاه خطوط طول وتنتمد فيها نفس الساعة الإدارية وكتبلغ عدد خطوط طول تلتمية وستين خطا طوليا كتبدأ من القطب الشمالي وكتنتهي عند القطب الجنوبي وكما نعلم أن الأرض تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق فينتج عن ذلك تعاقب الليل والنهار فمن شروق الشمس حتى غروبها ثم شروقها مرة ثانية لابد من مرور 24 ساعة أي أن الشمس تكون قد مرت على تلتمية وستين خطا طوليا واللي خصنا نعرفه أنه قد تم الاتفاق عام 1883 على أن خط طول المار بالمعهد الملكي الفلكي البريطاني في جرينيتش اعتبره كخط طول رقم سفر والذي من خلاله يبدأ احتساب الفروق الزمنية مع المناطق الأخرى والتي تعرف عالميا باسم توقيت جرينيتش أو ما يسمى أيضا بالتوقيت العالمي فشرق خط طول جرينيتش لهو سفر عدد خطوط طول 180 خط وهي تعادل 12 منطقة زمنية ويكون التوقيت متقدما بـ 12 ساعة عن توقيت جرينيتش وبمعنى آخر أن شرق خط جرينيتش يتم إضافة ساعة واحدة في كل منطقة زمنية كما أن غرب خط طول جرينيتش عدد خطوط طول 180 خط أيضا وهي تعادل 12 منطقة زمنية ويكون التوقيت متأخرا بـ 12 ساعة عن توقيت جرينيتش ويعني أن غرب خط جرينيتش يتم نقص ساعة واحدة في كل منطقة زمنية ويتم تحديد بداية اليوم ابتداء من الساعة الثانية عشر مساء وبذلك قسمت الأرض إلى 24 منطقة زمنية بعدد ساعة اليوم والتي هي 24 ساعة وكل منطقة زمنية تحتوي على 15 خط طولي أي ساعة واحدة وهي 60 دقيقة ويعني أن 360 خط إلا قسمناهم على 15 الخط كتعطينا 24 منطقة زمنية وهي عدد ساعات اليوم وأن 24 منطقة زمنية لضربناهم 15 الخط طولي كتعطينا 360 خط طولي وأن 360 خط طولي إلا قسمناهم على 24 منطقة زمنية كتعطينا 15 الخط اللي هي منطقة زمنية واحدة أو ساعة واحدة وأن كل خط طولي يساوي 4 دقائق فإذا أخذنا 15 الخط طول وضربناهم في 4 دقائق كتعطينا 60 دقيقة أي ساعة واحدة اللي هي منطقة زمنية واحدة وبهذه الطريقة المبسطة يتم احتساب التوقيت الزمني ومن خلال خريطة المناطق الزمنية تضح تعديل حدود المناطق الزمنية في بعض الدول خاصة ذات المساحات الكبيرة حتى تسير حدودها السياسية المنطق الزمنية المقام لل beings greatly بثیرين ترجمة نانسي قتلاه